الأكارم نمر لأترند الثاني الذي يتصدر التويتر وعاشتاغ رياض محرز التويتر الجزائرية طبعا سوف نتحدث عن المباراة التي جمعت الدولية الجزائرية المحرز وفريقه منشستر سيتي ضد بوريسيا دورتموند الألماني ضمن رابطة أو كأس رابطة أبطال أوروبا والذي فاز فريقه وفريق رياض محرز بثنائية لهدف وتأهل لأنه النهائي طبعا سوف نتحدث عن تفاعل الجزائريين عبر المنصات سواء الفيسبوك أو تويتر هنا الصفحة زير سبور عبر تويتر تؤكد بجدارة والفوز بجدارة بالنسبة للدولي الجزائري رياض محرز هدف من ركلة جزائن ويقود سيتي إلى نصف نهائي أبطال أوروبا تأهل مستحقة لرفاقي محرز الموعد أمام باريس سان جرماني تحدث عن النهائي هنا التندانس الذي تصدره رياض محرز تندانس الثاني بتويتر الجزائري بعد هاشتاغ الجزائر بأربعة ألاف وتسعمائة والثلاثة عشر هاشتاغ لرياض محرز بالجزائر طبعا بالنسبة لتصريح المدرب لمدرب سيتي أو ماشستر سيتي بيب غورديولا الذي أشهد بأداء الدولية الجزائري رياض محرز الذي أكد بعد نهاية المباراة مباشرة لرياض محرز حررنا من قيود السنين طبعا يتحدث أن الفريق سيتي لم يتأهل لنهائي منذ سنوات هنا رياض محرز الذي نفذ ركلة الجزاء في دقائق جده وتعبر عن توطر اللاعبين لدرجة أن قائد فريق سيتي رفض أن يسدد هذه الركلة ركلة الجزاء الحاصمة وقرر في الأخير بيب غورديولا تكليف رياض محرز أمر يعبر عن شجاعة الدولي الجزائرية الذي سجل الهدف طبعا من خلال ركلة الجزاء هنا كذلك نشير ونذكر فقط أن الدولي الجزائري رياض محرز يعتبر الجزائري الثاني الذي سيلعب وتأهل لنهائي دور أبطال أوروبا طبعا بعد رابح مجار الذي كذلك هو تأهل لرابطة أبطال أوروبا مع فريقه ترجمة نانسي قنقر